منذ أن صنف قبل نحو عامين كأفسد مؤسسة في التاريخ وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية لا يزال مجلس النواب يبرهن يوما بعد آخر بأنه الجزء الأهم في منظومة الفساد في العراق فامتيازات نوابه تبقى كما هي إن لم تزداد منذ وعود الحكومة السابقة بالإصلاح لكن يبدو بأن هذه الوعود ظلت بعيدة عن الجالسين تحت قبة مجلس النواب الجديد في مسلسل الفساد السياسي وتحديدا في البرلمان هو قرار تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار كبدل إيجار لسكن النائب وهو ما أثار ضجة في الأوساط الشعبية ألهبت وسائل التواصل الاجتماعي سخط شعبي على هدر معلن للمال العام قابله فتور نيابي واضح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رد على انتقادات استنزاف خزينة الدولة بالقول إن تخصيص بدل إيجار لكل نائب هو أمر طبيعي وبخلاف ذلك سيكون رفض هذه الامتيازات هو استهداف للسلطة التشريعية أي استهداف المؤسسة التشريعية مر مرفوض يعني نائب يأتي من محافظة البصرة لتدية مهام التشريع في محافظة بغداد برايك مبلغ 3 ملايين دينار المخصص لكل نائب لا يكفي لتأمين وجبة غداء واحدة هكذا يرد المتحدث باسم الحلبوسي محمد الطائي على الرافضين لامتيازات النواب أكثر من ألف دولار للعمل في الدقيقة الواحدة وفقا للديلي ميل البريطانية وأقل من ذلك المبلغ يعتبره النواب استهدافا للسلطة التشريعية بل استهدافا للدولة ككل في وقت يرزح العراقيون تحت وطأة فقر بلغ 40% من مجموع السكان وفق إحصاءات الأمم المتحدة ومحافظات لم يخصص لها أي أموال لإعادة إعمارها بعد أن دمرت بشكل شبه كامل وشرد سكانها وجيوش من العاطلين ومثلهم من الأرامل والأيتام وأطفال نعتاد البحث عن الطعام بين أكوام النفايات